وانت رايح تشتري موبايل في اي فئة سعرية بتلاقي موبايلات كتير والحقيقة ان احنا وصلنا للمرحلة ان اي موبايل هتشتريه غالبة مش هيضايقك يعني ما بقاش في موبايلات اللي فيها عيوب قاتلة قوي اغلبية الموبايلات بقت مقبولة حتى لو مش هي الافضل لكن في بعض الموبايلات اللي ما نتحقش ابدا تشتريها لبعض الاسباب فخلينينا بالفيديو ده نشوف ايه هي الموبايلات دي السلام عليكم انا رحمة متحك من فونفوريو ولو انت متن بالمواضيع التقنية ومراجعة الموبايلات والكلام ده كله تاكن انت تشتري في القناة وتفعل در الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة وبرضو تعمل لايك للفيديو عشان تدعمنا ويالله بينا نبدأ وترتيب القائمة دي هيكون حسب السعر مش اقت اول موبايل هو الواي فايف برايم 2018 من واوي الحقيقة ان انت لما تبيت بص على الموبايل ده في الفئة السعرية تقول ايه لا تلاقي الموبايل فعلا بيقدم حاجات كتير ممازة ويقدم اسم واوي اللي هو اسم مشهور دلوقتي في السوق لكن تجربتي في علامة مع الموبايل كانت ان اداء الموبايل ده سيء وموبايل بيعافر وهو شغال والحقيقة ان هو مش هديك حاجة احسن من المنافسين بالذات مع وجود منافسين اقوية تانية اما الموبايل التاني فهو والحقيقة ان هو برضو نفس الاسباب بتاعت الموبايل الاولاني موبايل قد يكون بيقدم حاجات على الورق منتازة لكن تجربتي الفعالية معاه انه مش هيكون قوي كفايا وفي منافسين اقوى منه والموبايل التالت هو والان انا في مراجعتي ليه كنت بقول عليه موبايل بيلاج اكتر ما بيشتغل الموبايل غير قابل للاستخدام بسبب اللاج اللي بيحصل في الموبايل يمكن بعد ما انا راجعت الموبايل اونر تقريبا بعد التحديث عشان تحلل المشكلة دي وفيه ناس بتقول انها تحلت شوية لكن برضو اداء الموبايل لسه مش كويس بالذات ان فيه برضو منافسين اقوية في الفئة السارية دي فيفضل ان انت تبعد عن الموبايل ده ده موبايل من اكتر موبايلات مبيعا في مصر السنة اللي فاتت موبايل بايع كتير جدا 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 سعر الحالي تلت تلاف جنيه والحقيقة ان هو حتى السنة اللي فاتت كنت انا بقول عليه موبايل سيء وهو بيع بسبب اسم موبايل والمميزات اللي كان بيديها للناس اللي انبهرت بها لكن موبايل في التجربة الفعلية موبايل مش كويس بذات السنة دي بعد ما نزل الجيل الجديد حتى منه وموبايلات منافسة كتير في الفئة السعرية دي الوبو اي سيفن موبايل تقريبا في حدود الاربعة تلاف وبتتكلم على شاشة اتش دي وبتتكلم على مواصفات ضعيفة جدا يعني واحد من الموبايلات اللي بيقدم قيمة قليلة جدا مقابل المال وفي الفئة السعرية دي حتى لو انت عاوز اوبو وتجربة اوبو هتلاقي الريال میتو برو بيقدم مواصفات احسن كتير في الفئة السعرية دي فيفضل تشتري الريال میتو برو الموبايل اللي بعد كده هو السامسونج جالاكسي جاي ايت موبايل من الموبايلات يعني اللي بيثبت فشله بشكل غير طبيعي موبايل بيقدم شاشة اتش دي بيقدم معالج مش قوي قوي بيقدم موبايل مفوش مستشعرات تقريبا وجسم بلاستيكي ويعني مفوش اي حاجة مميازة خلص وفور الاربعة تلاف جنيه او فوق الاربعة تلاف جنيه بشوية واقوم هنزل كان بستة الاف جنيه يعني ده يمكن لو هنحط من الاسوأ ده هيكون اسوأ واحد بالنسبة لسعره الموبايل اللي بعد كده هو ابل ايفون سيكس في الوقت الحالي محبين ابل هيبقى صعب عليهم انهم يلاقوا خيارات من ابل رخيصة بالتالي الناس كتير قوي بتلجأ انها تشتريهم موبايلات عديمة زي الايفون سيكس والحقيقة ان الايفون سيكس او السيكس بلوس عد عليهم فترة كبيرة قوي وخلاص تقريبا دعمهم من انتهى او قرر بانتهي فيفضل انت لو انت رايح تشتري دلوقتي ما تشتريش الموبايلات دي واما ان انت عشان تشتري ايفون ترفع شوية وتشتري ايفون او ان انت تشتري خيارات اندرويد رخيصة بالتالي ان هما تقريبا تتعرهم ستلاف جنيه ونفس الموضوع على الايفون سيكس اس والسيكس اس بلوس الموبايلة دي الابل يوزرز هيبقى تبقى كويسة لكنها ادمت جدا ودعمها قرر بيقف خلاص فيفضل ان انت تشتري موبايلات اجدد او تشتري خيارات اندرويد متاحة موبايل الاخير في الليستة هو من سامسونج برد وهو ال اي ناين 2018 البعض ممكن يقول الموبايل ده ممتاز واربع كاميرات وكلام ده كله والحيان هو موبايل ممتاز جدا لكن مش بالتسعة تلاف جنيه موبايل ممتاز جدا لو لزل سعره مسلا اربعة تلاف جنيه وبقى في الوزر خمس تلاف جنيه هي ممتازة انما في سعر تسعة تلاف جنيه فهو يستحق ان هو يكون في القائمة دي وان انا انصح خلاص انت تشتري بالسعر ده بالزاد مع وجود موبايلات من سامسونج نفسها رائضة زي الاس ناين مسلا او الاس ناين بلاس بسعر من قارب جدا فيه طبعا موبايلات كتير تانية سيئة مثلا موبايلات من سوني لكن نسي انه كده كده هتخرج برسوق فمحبتش حطها وبرضه موبايلات من الاتش تي سي وبرضه كده كانت مش شغالة فمحبتش حطها ويمكن اغلب الموبايلات اللي انا حطتها في القائمة دي انا جربتها فعاليا وبس كده لو اعرفك الفيديو مستش تعمل لايك للفيديو وتشاري الفيديو وانا موجود على تويتر اتعرف المتحدة جرد وموجود على فيسبوك اتفهم في اليو كميوريتي سلام